السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة المفيدة إن شاء الله وهي طبعا فرد طبعا دور الأولى ويتعلق طبعا بمكون الإملاء لفائدة القسم طبعا الخامس ابتدائه طبعا أبناء الأعزاء أخذوا طبعا ورقة وقلام وحاولوا الإجابة على الأسئلة بعدها قارنوا إجاباتكم مع الإجابات التي سأمدكم بها نعم نشرع على بركة الله نشرع على بركة الله إذن عندنا الأول أضع كل كلمة حسبها مزاتها في خانتها المنازمة طبعا هنا عندنا اقترب أسرة ابتعد أحمد استغفار إكرام افهم أكتب الإجدهاد نعم سأناعه همزة القطع هنا الكلمة التي تشمل على همزة القطع هنا والكلمة التي تشمل على همزة الوصل هنا عندنا اقترب طبعا أسرة ابتعد أحمد استغفار إكرام افهم اكتب الإجدهاد هذا طبعا التمرين الأول التمرين الثاني أكمل الجدول ولا أكمل الجدول حسب المطلوب طبعا نعطينا مجموعة من الكلمات نبحث عن جمع جمع جمعها ثم نعت هل هي تاء مبسوطة أم تاء مربوطة عندنا مسافرة الحامي المعاملة الطائرة الباني القاضي إذن سنبحث عن جمع الكلمات ثم نوع التاء نمر إلى النشاط الثالث التي قلنا أصنف الكلمات التالية حسب الهمزات التي تتضمنها وأبين الهمزة طبعا المسافر المواطن أقصام إكرام اقتصادي استقبال انقلب أخرج انتقل أخرج انتقل سنضع همزة الوصل هنا وهمزة القاض هنا إذن بعد ما تجيبون على الأسئلة ديالكم ستقارنون إجاباتكم مع الإجابات التي سأمدكم بها إن شاء الله نعم بالنسبة من الأول أكمل حسبها طبعا مسافرة الجمع ديالها مسافرات مسافرات إذن فالتاء مبسوطة هذا جمع مؤنت السالم تاء بسوطة الحامي الحمات الحمات تاء مربوطة المعاملة المعاملات مبسوطة هي الأخرى جمعنا السالم الطائرة الطائرات مبسوطة الباني البنات مربوطة القاضي القدات مربوطة بحل الجابي الجبات والقاضي القضاة وهكذا نعم هذا بالنسبة الثمين رقم الثمين رقم الأول أضع كل كلمة حسب حمزاتها في خارتها المناسبة اقترب أسر ابتعد ابتعد وهكذا إذن همزة القط أنا أسرة عندها همزة قط أنا أسرة ثم عندنا اقترب هذا فعل خماسي واحد جوش ثلاثة أربعة خمسة حروف فهو عنده همزة وصل لماذا؟ لأنه خماسي ابتعد هو الآخر عنده خمس حروف فعل يتكون من خمس حروف ابتعد فهو طبعا عنده همزة وصل أحمد طبعا فهي همزة قط استغفار فهذا المصدر هذا لفعل استغفار استغفار سداسي إذن يعني عنده همزة وصل إكرام فهذا مصدر لفعل أكرمة أكرمة طبعا فهنده همزة قط لأنه رباعي الفعل أما طبعا هذا المصدر إفهم جاي من الفعل فهي ما فهو تلاتي عند الأمر كما تقول همزة نعم وصل همزة وصل إفهم أكتب هو الآخر في الأمر هذا سنحوله إلى الماضي كاتب فهو فعل تلاتي إذن عنده استري فيه في الأمر نعم نضيف له همزة أكتب همزة الوصل الإجتهاد هذا مصدر لفعل إجتهاد إجتهاد خماسي إذن عنده همزة طبعا الوصل همزة الوصل بالنسبة التمرين التالت أصنف الكلمات التالية حسبها لها بذلك المسافر إذن المسافر عندنا همزة وصل عنده الفتحة والسكن المسافر المواطن المواطن هو الآخر همزة وصل هتنجل الفتحة للآلف وطبعا لنسكن المواطن أقصام همزة قطع أقصام إكرام همزة قطع إكرام أكرم إكرام إقتصادي الفعل هو إقتصاد مدام هنه إقتصاد خماسي إذن عنده همزة وصل استقبال الفعل دياله هو استقبال استقبال غصداسي إذن همزة وصل هو مصدر يكون عنده همزة وصل إنقلب إنقلب خماسي عنده همزة وصل أخرج الفعل هذا في الأمر عندما نحوي الماضي عندنا خارج ثلاثي عندما نحوي الماضي عندنا خارج ثلاثي أخرج انتقل انتقل عندنا هنا يا ألفل انتقل خماسي من تكون خماسي تكون عندنا طبعا همزة وصل سبقا وأن درسنا في الدرس طبعا هذا بالنسبة لمكون الإملاد ترقب قريبا مكون التعبير الكتابي اشتركوا في القناة